ده يخدنا بقى الحتة مهمة جداً وهي زراعة الأسنان إمتى أخد قرار أن أنا أزرع الأسنان وإمتى برضو أقولي أن المريض ده ينفعله زرع ولا المريض ده مش هينفعله زرع بالنسبة لزراعة الأسنان كجنورا يعني من الحاجات المهمة في زراعة الأسنان دايماً بدي بقى نصح بها المريض لأن طبعاً للأسف شديد بسبب الغلاء في الماتيريال بقت فيه ناس كتير بتهرب للحاجات اللي هي أقل تكلفة بقى صيني كوري حاجات كده فتقبل الماتيريال بتاعتها يمكن من الحاجات المهمة أو يحمل عندنا في التركيبات فيه بدايل فيه بورسلين فيه زيركون فيه إيماكس حاجات زي كده والناس بتختار طبعاً خدت بالحضراتك وإن كان برضو هو الصحي هو زيركون أو إيماكس اللي هو بدون مثل لأن المثل غير منفذ للإشاعة في العظم والعظم يبقى محتاج الإشاعة خاصة فيتامين دي اللي إحنا الإنسان بياخده من الشمس طبعاً فلكن وغير كده برضو يعني بالمناسبة قبل ما نعد الحتة دي يعني الناس الزمان كان أحسن حاجة فيها من البرسلين لكن البرسلين ده اللي بيعمله واحد فني يعني واحد بيقعد يصنعه طبعاً جيل يسلم جيل أو جيل يعلم جيل فما بقاش عندنا فني شطر ففي الآخر هيطلع علينا حاجة مش شكلها مش حلو وده مهم جداً للعيان خاصة لو حاجة أمامية تاني حاجة المعدن نفسه بيصدم على الوقت فبيعمل التهابات في اللاسة تالت حاجة إحنا عندنا الممكن يعمل رواقح كريهة المعدن لأنه بيعمل التهاب في اللاسة التهاب متكرر غير كده هو مهما أنت حاجة تعمل لون أو تحاول تتقرب من الناتشورال أو اللون الطبيعي هو برضو بيشف المعدن لكن الزركن مش عشان هو غالي يا دكتور منصور ولا الإيماكس البس لأ الزركن ده أول حاجة كمبيوترازد بتعامل بالكمبيوتر ما فيش إيد بتلمسه خالص فقدر أعمل الديزاين اللي يمشي على حضرتك هي مش استنبا يعني اللي ينفع على حضرتك ممكن ما ينفعليش أنا ممكن ما ينفعش لفلان كده تاني حاجة هي مادة كمبيوترازد والقوي يعني بتتعامل مع اللاسة بتتعامل معها كأنها حاجة طبيعية جدا فيبقى شكلها حلوة قوي يبدو أنه طبيعي صحيح ما بتعملش مشاكل في اللاسة خالص صحيح ما بتعملش رواقع كريهة في الفن لو بتعامل بشكل كويس جدا فكل دي حاجات مهمة قوي الناس تعرفها يعني طبعا مهمة جدا بس برضو إحنا بنقول برضو لازال وحصل طفرة غير عادية في الأسنان بس برضو لازال في التركبات في بداية عشان تناسب ظروف الناس برضو أحيانا ظرف الناس بيبقى غصبا عني وعنك بيكبرني أن أنا يعني أنزل من ليفل لليفل تاني أقل شوية من مستوى المستوى أخلي شوية لكن الزراعة دايما بقول خاصة الزراعة يعني طبعا برضو حصل فيها طفرة كان في البداية أساسا بعض الماتيريا بتاعة الزراعة كانت في بعض الأجسام بتقبل أو بترفض طبعا كل الحاجات دي حصل فيها تكنيكات حصل فيها طفرة غير عادية بس دايما نصيحة أقول هتعمل زرعة اعمل زرعة محترمة تمام عشان دي حاجة جوه جوه العظم بماتيريا المحترمة أنا عايز أقول لحضرتك وانا بدرس في الزراعة كان الأستاذ اللي كان بيدرسلي كان بيقول ما تجيش تعمل زرعة لحد هو هيجيب لك دخله كله هيحطه في الزرعة دي فهيبقى حاسس انه هو بالفلوس اللي ودهها لك دي حط زرعة يأكل عليها زلط فهتعامل معها بطريقة سلبية وفي الآخر ممكن يضر الزرعة ويجي يقول لحضرتك انت فشلت في الزرعة معايا تميح سلافه لقدر الله فبرضو انت بتنصح المريض نصايح مهمة عشان خطر يعني ما يسيقش استخدام الماتيريا اللي انت تحطها في بقه يحط بتنصحه برضو ان انت عشان خطر ما تعملش حاجة وبعد كده ترجع ترميها مثلا كان قبل التركيبات السابتة والزراعة كانت تركيبات المتحركة للأسف شديد برضو في التركيبات المتحركة فيها مشاكل كتير جدا منها اصلا فيه ناس تقرف اصلا من التركيبات المتحركة ولذلك قبل ما كنت بشتغل لمريض التركيبات المتحركة اقول له رقم واحد هتتعايش مع التركيبة يعني من البداية كده انت اساسا حاجة الماتيريا بتاعة التركيبة المتحركة نشفة وانت عند خلاسة طرية شوية انت لما بتلبس نظارة الخدديات بتاعتها بعد شوية بتعلم هنا بتبات في اماكنها وبتعمل لنفسها مكان فانت برضو بتاخد شوية اول شهر مش ان انت اساسا حطتها يعني في بعض المرضى برضو في التركيبات المتحركة عايز النهاردة دفعلك الفلوس ركب التركيبة بكرة يقول عليها وكي انها اسنان طبيعية فبرضو لما تفهم المريض يعني برضو انا دايما اقول ايه احنا لازلنا ثقافة المريض بتجبر الدكتور ان هو يشتغل اكثر من برانش وبرضو المسألة دي مسألة مهمة جدا يعني يشتغل اكثر من تخصص دكتور الاسنان نفسه يشتغل اكثر من تخصص بالزبط ده بسبب ان لازال ناس كتير حتى في الطبقات العليا والناس اللي هي معاها شهادات عليا ما تعرفش ان فيه برانشات داخل طب الاسنان راح لدكتور الاسنان وخلاص زي زمان كده انا راح لدكتور الاسر بطنة واطفال وجراحة وكل حاجة فكتبال حضرتك فلا انا طبعا كل ما بكون متخصص في حاجة مهما كون زي ما احنا قلنا وان كان الاساس سنسي بتاع ايده الدكتور لكن برضو انا ممكن اكون مميز في برانش معين او قسمه معين في الاسنان في حد اشتر مني في حاجة تانية فطبعا القصة دي السقافة دي مهم نشرها برضو مش ان المريض جالي انا بشتغل واخد فلوسه خلاص لا انا بفهم المريض وبنصحه يعني زي ما نقول لحضرتك مش مجرد المريض جالي وهيتفع لي مثلا بتاع عشرين الف تلاتين الف فخلاص انا بحاول اركز معا انه هو لازم اعمله شور لا انا بنصحه اقول له انت ممكن تروح تسأل دكتور احمد ودكتور فلان ودكتور فلان وتسمع منهم اولا بتاخد اسعار متفاوتة تاخد ماتيريا المتفاوتة انت يعني بتحس الدكتور ده وبتقتنع به انما ما ترميش فلوسك وخلاص ولذلك اساسا برضو من الحاجات السلبية ممكن مريض بعد ما تبدأ خلاص انت اتفقت معا واشتغلت معا يقول لك يا دكتور والله ده انا سألت في مكان تاني فلقيته ارخص يعني طب ما فيه مكان تالت اغلى فبرضو نشر الثقافة دي من الحاجات المهمة ان الدكاترة تحاول فعلا تبث فيها اصلهم ما الناس هتجيب الثقافة منين يعني ثقافة ثقافة